طبعا هذا المساق رحل فيكم فيه مساق برمجة الوسائط 2 هذا المساق الرمز طبعه WDMM 1405 وللفصل الدراسي الثاني 2021 ويفترض انه انت تكون عندك معرفة مسبقة بالHTML يفترض انه انت اخدتها في مساق ما في سنة اولى وبعتقد انه انتو عندكم المعرفة بلا تجتيها مال وكذلك او انت بيمكن تاخدها الفصل الحالي كذلك لازم انه انت تكون خلصت برمجة واحد لانه هذه تكملة للمواضيع الموجودة في برمجة واحد اوكي تمام فالمواضيع اللي احنا بنا نغطيها يعني حنجي لها الان بس بدنا نحكي بخصوص الكتاب هو نفس الكتاب اللي انتو استخدمته في برمجة واحد اللي هو اسمه بايثون فور افري بادي او البايثون للجميع طبعا في الكتاب في ويب سايت ممكن انه انتو تطلعه في موجود مدة مصر يعني انا ممكن اوارشي لك ايها بشكل سريع نعم مفيد جدا انه انتو تطلع على موقع الكتاب هتلاقي في عندك هتلاقي عندك الكتاب بنسخة البي دي اف تمام كذلك نسخة الاي باب لو انت بتك تفتحه على تابلت او على جوال هاتي نسخة متوافقة مع الجوال كذلك انه اعتقد انه انت ممكن تتعامل مع يعني فيه انت عندك اكسرسايزز هنا للكتاب انت ممكن ترجع لها تعمل ميوت للمايك اللي فتح المايك وكي طيب انا ك انا تمام هذا بخصوص الكتاب نارجع لالورتلين اي ازا ما حكيت لك تات عنك نسخة بدي اف تبعته اول EPUB موجودة المواضيع اللي احنا بنا نغطيها ان شاء الله هناخد Quick Review كيف انو انت تتعامل مع البيئة بشكل سريع وبعدها رح نبدأ نكمل رح نبدأ من الباب التامن رح نبدأ من اللست وبعدها Dictionaries والTables بعدها Regular Experations بعدها رح ناخد Object Oriented Programming في البيتون ناخد موضوع Inheritance اللي هو الوراثة بعدين حنعرجي شوية كيف انو انا ممكن ابرمج الالعاب في البيتون في عنا مكتبات بتمكني انو اعمل Games في البيتون حنشوفها برضو حنعمل Web Applications حنعمل مواقع وتطبيقات على الويب من خلال Framework اسمه Flask تمام طبعا المحتويات تبعت الكتاب المصادر تبعته موجودة انت عندك هايها على الموديل فانت عندك هنا محاضرات Powerpoint هاي من الباب التامن تمام في عندك الباب أوكي ديكشنري انا ممكن بس اعدل الترتيب تبعه تمام تمانية تسعة عشرة احداش بعدين ارباطاش وفي مصادر تانية برضو انه انا حضيفها هنا عندك أوكي طبعا الكتاب هي موجودة عندك من نسختين هذا ممكن انه انت تنزله بشكل مباشر من الويب سايت بالاضافة لذلك انت في عندك الويب سايت هذا W3C Tutorial وانه انت ممكن تتمرز على البرمجة من خلال منصة الهكر rank منصة ال W3C هتلاقي انه خلينا افتح لك اياها لانه كويس جدا انه انت تتمرز عليها هي مقسم لك اياها هنا على شكل مواضية على الشمال تمام وتختار الموضوع اللي انت بدك اياها مثلا على سبيل المثال احنا بدنا نبدأ في محاضرة list هاي مقسمة برضو هنا على list تيجي بتختار الموضوع حتى بيحكي لك انه انت كيف يتعرف list بالبيثون ومدي لك مثال هنا وبيدي لك خيار انه انت ممكن تجربه ف try it yourself انه هنا بيجيب لك على اليسار انه انه انت ممكن تعرف تكتب الكود وتعمله تشغيل وتشوف النتيجة هنا يعني طبعا هذا كله على الويب هنحكي الان بخصوص البيئة لما يعني انه شو البيئة اللي احنا بدنا نستخدمها ان شاء الله بس موضوع البيئة هذا يعني شغلة كتير مهمة انه انت تتمرن على البرمجة لانه بدك تعتبرها لغة البرمجة عشان تتقدها فعليا لازم كل يوم تكتب كود على الاقل ساعة واحدة اقل شوية اكتر شوية لازم يكون عندك اتصال ب اللغة البرمجة بايثون كل يوم تقريبا عشان انه انه تكون امورك تمام فيها بحب اذكر انه هاي المادة ما بنفع فيها لدراسة ليلة الامتحان مش اشياء انه تحفظ وممكن انه انت تتيجي يعني تفرق خلنت امتحان هذا يعني هذا المساق بيعتمد على حل مسائل برمجية وحل المسائل البرمجية مش رح تقدر تتقنه الا اذا اتمرست على البرمجة الان على سبيل المثال هاي انت عندك هاي راح طباحها هيبدي اطباحها مثلا كمان مرة دعم البرمجة دعم البرمجة تلعط معك النتيجة انه هادي ناتج الجملة الاولى وهادي انه this is a list as a string وهاي ناتج الجملة التانية والlist هادي انت ممكن انه انت تعرفها او تضيف عليها عناصر زي ما انت بدك بالمناسبة بالمناسبة انه انت ممكن تحط single code او double code ما بتفرق بالبيثون هاي orange فاحنا غيرنا على list وهي برجع اشغل مرة تانية وتلاقي انه نتيجة تغيرت معك list انه صار عندك orange فهيك بتدي لك concept تبعت list وبيخليك انه انت تلعب في code انصح التعبير فهادي W3C ممتازة جدا عشان انه انت تراجع وتحل تمارين وتستفيد من هذا الموضوع اوكي هادي المنصة الاولى المنصة التانية هادي منصة W3 school اه احطط لك الرابط تبعها ضمن المصادر عندك المنصة التانية اللي هي الهاكر rank الهاكر rank لازم تعمل فيها حساب اوكي خليني بس اشغل واخد اللينك وحطو هنا فمنصة الهاكر rank هاي hackerrank dot com slash domains slash python يعني انت ممكن من خلالها تتمرن على عدة لغات برمجة انا اديتك الرابط باع python دوري الهاكر الهاكر معناها بتيجي في سياق مبرمج لانه الهاكر برضو بتيجي معناها مبرمج والرانك يعني ترتيب فهو فعليا ترتيب للمبرمجين فانت بتعمل sign up sign up بتعمل حساب جديد انا بتعمل login انه انا في عندي حساب بدي ادخل بالحساب تبعي فبيجي لك هنا في البروفايل تبعك هاي البروفايل بيجي لك هنا انه ايش انت في عندك حصلت نجمات طبعا النجمات هذي من وين بتيجي بتيجي من نحل المسائل انت ممكن تحل المسائل في مختلفة وبدي لك اياها زي هيك اي 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 اوكي طبعا بدي اتمرن بروح هنا على هذا link practice بعد ما انه انا 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 عملت setup للحساب تبعي اوكي وبختار هنا البيثون انه زي ما حكينا في عندي لغات عدة لغات برمجة هاي البيثون وبروح بختار المسائل تبعتي المسائل تبعتي انا ممكن افلترها حسب السهولة او متوسط او صعب او حسب المواضيع يعني انت مثلا بدك اشي له علاقة بال string هاي بيجيب لك كل المسائل اللي لها علاقة بال string طبعا انت بدك تيجي تحلها تمام يعني هاي المسائلة في string هاي easy swap case هاي بيحكي لك انه انت بدك انه انت تجلي بال case تبعت letter فتدخل عليها عشان بدك تحلها طبعا هاي عليها عشر علامات تمام و المستوى السهولة تبعتها easy لكن لما نقل string بدي اياك انه انت تعكس case تبعت letters يعني اول حرف كان capital تقلب small وهنا اذا كان والحرف التاني small انقلب capital وهكذا وهي مثال ثاني زي هيك هاي for example فتقرأ المطلوب في المسألة تمام وبتنزل تحت هنا تكتب code طبعا انت في code انه انت فيه عندك خيارات كثيرة بتختار python 3 اوكي وبتبدأ كتابة code طبعك عشان يحلل المسألة فهي الكود انه انت بتروح بتستضعي هادي الدالة اللي هي بدأ تقلب حالة string اللي هنا فانت هنا بدك تكتب الكود تبعك انه انت تعدل عليها وتكتب الكود تبعك اوكي تمام خليني احل المسألة هادي على سبيل المثال انه كيف بدأ تعمل معها فبحكي for char in s تمام وهنا بدك اروح اعرف ال result طبعا بدك احلها بطريقة انه يعني انه انتو تستوابو هاي result بتساوي list فاضية او خليها string فاضي مدام انتو تعمل مع string بروح بحكي اذا كان char is upper اذا كانت حرف كبير ايش بدي احسو فيه فبروح بعمل result plus equal concatenation لقل string char dot lower طبعا else اللي هو عكس هذا الشرط ايش هيكون upper تمام هيكون انه result last equal char dot lower عفا upper بهذا الشكل وبعطيها هنا return للresult خلاص هاي الكود المطلوب مني بروح بختار هنا مش صمت run للكود فيه عندي syntax error بحكي لي هنا is abter مش موجودة انا فيه عندي t زيادة بقول له مظلم فهنا اوكي مسحتها بروح بجرب بشغل كمان مرة بحكي لي انه congratulations انه الكود تبعك صحيح ودى لك test case واحدة وقال لك انه input هيك والoutput هاي انعكس هاي شايف pythonist 2 وانعكست هاي البي capital صارت small وهنا small صارت capital و و و والامور تمام فساعتها لما بتأك يعني بحكي لي زي هيك بروح بعمل submit للكود submit للكود بروح بشغله على test case اكتر هيو شايف كل هدي صح 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 هيو شغلهم كلهم وبعديها بروح بحكي لي انه انت اخدت العلامة اوكي اخدت العلامة وبطلب مني انه اذا بدك انه انت next challenge حل المسألة اللي بعديها وهكذا تمام فهدي المنصة ممكن من خلالها انه انت تتمرن على البايثون وبتقدر انه المنصة هذه تحكي لانه تعرف الحل تبعك صح ولا لا فبتعتمد على test cases انه هو بتفحص الحلول تبعتك زي ما انت شايف هنا في عندك 6 test cases اوكي فالمطلوب منك ايو انا حطت لك اياه هناك assignment حطت في التعيينات هنا حطت لك احصل على نجمتين على hacker rank كل ما تحل على مسائل اكتر يعني بتحصل على يعني بيساهم انه انت تحصل على نجا فايش المطلوب هنا انه انت تعمل submit هي احصل على نجمتين على hacker rank هايو حطت لك link بدك مطلوب منك انه انت تسلم رابط البروفايل تبعك زي ما انا مسلم البروفايل تبعي زي هيك كيف تجيبه هايو بتروح هنا على الحسابك وبتختار البروفايل تروح بتنسخ هذا الرابط تمام بتنسخه زي هيك هاي نسخ وبتروح بتسلم لي هنا في الواجب بتختار انه انت submit وفي عندك مربع بتحط في الواجب تبعك في بعض الشباب هاي هم مسلمين طبعا هذا الكلام بيساعدك انه انت تسترجع كل اللي انت اخدته في برمجة واحد من الاساسيات التعامل مع المتغيرات واللوب وكل الامور هاي تمام ومن انه المنصة هاي بالمناسبة ممكن انه انت تحصل من خلالها على عمل ليش لانه لانه الشركات عادة انه بتتطلع على المرمين اللي موجودين في المنصة هذي وممكن انه تطلب منهم انه يشتغلوا معاها لانه انت لما هاي بتعمل log out وبتي اعمل sign up هنا sign up روح بيسألني مش log in sign up شواني اوكي هذا for companies تمام start remote hiring remote hiring انه هو بيستأجر ناس منبرمجين عن بعد هذا للشركات بتدخل عليه هنا لديفلوبر هذي المنطقة تبعتك فانت بتعمل sign up هنا وبتصير بتكتب الكود وكله بتسجل في البروفايل تبعك كديفلوبر بيساعدك انه انت يعني انه الشركات والعالم انه هي تتعرف عليك وانه تستعين فيك انه اذا جافت عندك المهارات المطلوبة في هات المنصة فالمطلوب منك انه فعلا انه انت تبدأ تشتغل على نفسك وانا طالب منك في المرحلة هاي النجمتين تمام والتاريخ تسليم الواجب اعتقد عشان كلكم تكونوا عارفين يعني معاك لغاية 28 فبراير يعني معاك كمان عشر تيام عشر تيام انا مش طالب منك انه انت يعني شغلات هذي انت اخذتها في برمجة واحد ممكن من خلالها انه انت تحصل على النجمتين تمام ف بدك مطلوب منك انت تبدأ تشتغل عليها من الآن في اي سؤال في هذه النقطة في التعامل مع منصة الهكر رانك افتح المايك واسأل مباشرة كل الامور تمام معقول في شي ما في شي اس اصلا اي لقد نعم في بي 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 كون في لائن بي المسح هذي كيف تعمل مع ها ولا ما بتأسلش على الكود في لائن ايش تم مسح عشان انه بتدعمي من جديد لا منفعش انه هو بيكون كاتب كود وبدو اياك انه انت تكمل عليه فانت بتك تتقيد في المطلوب انت عندك في المسألة انه انت تكمل على الكود مش انه انت تكتب كود من جديد تمام تمام اسئلة تانية هو دكتور مفروض يعني الدكتور عمر من البرمجة واحد قالنا مفروض انه بتشتغله عليه وهيك طيب فين السؤال لا انا بقولك عن انه مفروض يكون الشباب عارفين وهيك عشان هيك ما فيش مشكلة اوكي يعني كلكم انه انتو اشتغلتوا عليه وكلكم انه دخلين على الهكر رانك صح يب الاغلب يعني اوكي حصلين نجمات ولا بس عاملين بروفايل وتركينه لا انا عندي خمسة ما شاء الله ما شاء الله طيب بدنا نشوف الباقي معاك عشر تيان الكلام موجه للجميع بدنا نشوف الباقي كيف الامور عندكم طيب تمام هذه خلصناها الان بخصوص التول او خلينا نرجع حين على السلة بس عشان نسكره بالمرة بخصوص يعني ضايل لآخر الموضوع 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 الgrading احنا عدنا المعمل هنا علي تقريبا 30% مطلوب منك في المعمل انه انت تحل تمارين وانه راح يكون في project ان شاء الله في عنا امتحان نصفي عليه 20% وامتحان نهائي 50% هذا كل ما يتعلق بالoutline في اي سؤال على الoutline او المواضيع الموجودة عنا هنا عشان ينسكره ننتقل للنقطة اللي وراها تمام اوكي بخصوص الطول بخصوص الطول انا ما حطيت لك هنا رابط للوين بايتون بعرفش انه في برمجة واحد انت استخدمت هذي طول ولا اي طول استخدمتم انا استخدمنا بايتون على الباشار تمام انا في الوين بايتون هذي كبكيج هذا بعطيلك اياها حابب انه انا اقتراع عليك تول تانية انا بديتك رابط مباشر للنسخة اللي انت ممكن تنزلها هاي السايت اللي هي النسخة 3.8 هاي رحت لك هنا على ال جيت هب هذي تمام طريق الاصدار طبعها في 28 ديسمبر 2020 اوكي هذي هي النسخة النسخة 64 بيت اوكي تقريبا حجمها 24 ميجا بتعملها download وبتفكها انت عندك انا فكيت هيني واحدة جديدة على C عندي هنا على C هاي هاي ها 3.8 7 هتلاقي من ضمن التولز اللي موجودة عندك في عندك ال spider هذا IDE ممكن انه انت تشتل عليه وفي عندك هنا VS Code Visual Studio Code وانا متأكد يمكن بعضكم بيعرفو او بيستخدمو في كتابة الاكواد تمام يعني سابقا يعني انا لما درستها سابقا انا كنت ادرس باستخدام البي شارم او البي شارم في الحقيقة استخدامك مؤخرا Visual Studio Code وحابب انو انا اقترح عليكم يعني انا منسبة لالي التول ما بتهمني حابب تبقى على البي شارم ما في اي مشكلة حابب انو انت تجرب ال VS Code برضو بيكون انو منتاز كيف تشغله خلص انو هاي بيئة البي الموجودة تعمل على VS Code بيشغل لك بالمناسبة اليديتور هذا خفيف جدا ففي هذا اليديتور ممكن انو انت تختار انو انت تشتغل على File لحال او تفتح Folder هو انو بتكون بتشتغل على Project فتختار انا بدي اختار Open Folder رحت هنا على Documents رحت عمل مجلد اسمه Python Project بدي احط فيه كل المشاريع التبعتي وهنا بدي احط Project 2 اوكي و بختار هذا المجلد بروح بفتح لي ازا كانو بروجكتي جديد فاضي اوكي وهذا البروجكت ببدأ انشئ فيه File مثلا انو Prog 1.py و هنا ببدأ اكتب الكود عادي Print Welcome to Python اوكي ممكن جملة ثانية Python is cool اوكي ممكن تعمل run هنا بشكل مباشر او بطلوح مباشرة هنا بتعمل run وبشغل لك هي بال terminal هاي output تبع هاي الجملة او بدي عارفك على البيئة الجديدة اللي احنا ممكن نشتغل فيها اللي هي اسمها الجيبتر الجيبتر هي عبارة عن بيئة تقدر تكتب فيها ملاحظات و code في نفس الوقت والفكرة انو يعني انا لو سكرت هذا البرنامج لو سكرت هذا البروجيكت ورجعت فتحته تاني هذا النتيجة او output حيضيع لا فهي انا عندي طريقة تانية انو من خلال الجيبتر انو النتيجة بتكون محفوظة هذا الكلام نرجع هنا على اخطار هنا انشئ 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 اشتركوا في القناة في واحد فاتح المايك تابعه قريت تتكرو اوكي طيب الجيبتور فايل اللي بدنا نعمله بتعمل كونترول مع شفت مع بي بروح بطلع لك هذه الليستة ومن ضمن هذه الليستة انت بتروح ممكن انه تكتب جيبتور فهاي بتضلع لكل الخيارات المتعلقة بالجيبتور create a new blank جيبتور نوتبوك فهاي عملته تمام وممكن انا احطه هنا في بروجيكت اتنين واختار الاسم تابعه احكي هنا no print hello اشغل زي هيك فبتطلع الoutput فهو عبارة عن مجموعة من السلس السلس هادي ممكن تكون عبارة عن code او ممكن تكون السل التانية هايها بدي هايو شايف change to markdown الmarkdown انه انت ممكن من خلاله تعمل انه steps to run python okay يمكن تحكي واحد download اتنين install 3 execute اوكي شايف كيف لما صارت formatted فبعمل عليها double click شايف الكود انه حطيت هاش هادي عبارة عن صارت عن عنوان وهادي حطيت اقبالها الرقم فصارت انه عبارة عن نقاط فهادي انه ممكن من خلالها انه انت تكتب code وتكتب ملاحظات انت عندك والoutput انه هو بينحفظ ما في داعي انه انت نحن تعمل له حفظ واختار هنا ان احفظه مثلا انه note book one save فهي صار موجود انا عندي هنا اوكي الان بسكره وبرجع بفتحه تاني وتلاحظ انه النتيجة تبعت الكود هايها محفوظة ممكن اضيف sell في اي مكان ممكن اضيف sell هنا في المنتصف هايه بالزائد تمام وهنا for i in range 10 او خلينا نكسره 5 print i فهي صفر واحد لغاية الاربعة طالما انت عملت save خلاص الoutput تبع الكود بينحفظ ترجع تشغله تاني هايه موجود اوكي فهادي طريقة كتير ممتازة انه 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 تكتب فيها الكود فانت عندك ممكن تكتب الكود freely في الأيديتور هادة زي هيك او تستخدم النوتبوك هتلاحظ في الشرحات اللي موجودة عندي انه انا باستخدم النوتبوك يعني انا كنت في برمجة واحد بشرح باستخدام انه انا بعمل ملفات بي واي اما في برمجة اتنين لأ بروح باستخدم اي بي واي ان بي interactive python notebook اوكي طبعا هاد الكلام انت فعلا ممكن انه انت تشغله من خلال البراوزر هادي الشغلة كتير مفيدة ليش؟ لانه انت بتقدر انه انت تشغل كود بايتون على الكلاود مش على الجهاز تبعك من خلال انه انت تفتح editor على البراوزر طبعا هاي الشغلة كيف تعملها من خلال انه يعني هنا بتفتح command prompt تبع ال win python وبتروح بتنفذ command ليه جيبتر 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 لاب فهو اروح بفتح لك البراوزر ترجمة نانسي قنقر فلاحظ انه بتحلي localhost تمام و هنا بختار انه اعمل نوتبوك جديد ونفس الكلام يعني هادي بيئة بعمل فيها نوتبوك بكتب فيها الاكواد تبعتي تمام او من خلال زي ما وريتك من خلال ال visual studio code انه ممكن تشغل النوتبوك تبعك هنا طبعا هنا انه نفس الفكرة ممكن اعمل print هلو زي هيك او ممكن انه هادي اغيرها الى markdown واقول انه this is hit one مثل هيك طبعا انا بعمل control enter بروح بعمل run فانت مخير يا بتشتغل على البراوزر زي هيك مباشرة يا بتشتغل على ال visual studio code بتصور ال visual studio code تجير فنتس ورائع وجربوا من نفسك اذا عجبك انه ممكن تستخدموا حابب تضلك على البيشار برضو ما في معناه وبالمناسبة البيشار تدعم الجيباتر نوتبوك ممكن انه انت تشغل من خلال الجيباتر نوتبوك اوكي فاااااااا يعني اي انا عديم تكبئة بايثون فيها ال visual studio code وفيها البيثون برومت وحجمها 23 ميجا وبورتابل تمام وكتير انه بتريحك في الشغل او ممكن تشتغل على البيئة اللي انت كنت تشتغل عليها السابق بالنسبة لنظام المحاضرات تبعتنا نرجع هنا على الموديل انت عندك هاي الواجب المطلوب منك وهي التول عرفتك عليها الان بالنسبة للمحاضرات المحاضرات الباورد موينت هيها موجودة عندك والمصادر هيها موجودة عندك تمام الان بخصوص المحاضرات احنا في عنا محاضرات مسجلة المحاضرات هذي انا حظر لك اياها اتباعا تمام لسه عمالي برتب فيها حد في الباب الثامن انه انت بتحضرها يعني هاي الزمن ساعتان ووقت المشاهدة انا مديدك اسبوع انه انت تتفرج عليها تمام المحاضرة ورح يكون في عنا ان شاء الله لقاء اسبوعي في الجامعة وجاهي يوم التلتاع تمام مقسمين انتوا على شعبتين يعني كل واحد يلتزم بالشعبه تبعته ويعني حسب الجدول اللي بيظهر لك في بوابة الطالب وبتكون المحاضرات الوجهية اللي في الجامعة يعني انه فيها النقاش وبجاوب على الاستفسارات والاسئلة تبعتكم لكن بدي اياكم انه انتوا تحضروا المحاضرات بشكل منتظم زي ما انا بظهرها وبالمناسبة هنا انه المحاضرة اذا انت ما حضرتهاش في الموعد المحدد يعني بيبين عندي انه انت ما دخلت عليها خلال غلال هذا الاسبوع طبعا هدي انا لسه ما خلصتها يعني لسه بدي احط لك الباب الثامن اول دي هو القوائم يفترض اذا انت ما حضرتها خلال هذا الاسبوع رحت عليك يعني ما بيكون انه انت تسجلت عندي انه انت كطالب حضرتها خلال الاسبوع هذا فعشان هيك انا بنصحك انه انت ما تراكم المحاضرات اللي عندك لانه انا براقب سلوككم على المودي اللي بقدر اشوف يعني دخولكم على المحاضرات تقريبا هيك انا بكون وضحت كل الامور المتعلقة بالكورس بيضل اذا في عندكم اي اسئلة او استفسارات يعني النظام هو عبارة عن نحن لدينا محرات مسجلة تمام وراح يكون في عنا لقاء وجاهي اسبوعيا بناخد فيه تمارين اضافية بناخد فيه نقاش بجاوب على الاسئلة تبعتكم وانت لازم انه انت تكون منتظم عندنا في المحاضرات في حضور المحاضرات المسجلة وبرضو انه انت تحضر المعمل فمين في عنده اسئلة تفضل عمر عمر افتح المايك من عندك وتفضل معابل ما يرجع لنا عمر محمود الكفارنة دكتور طب المحاضرة ساعتين المحاضرة ساعتين الوجهية لا التسجيل التسجيل لا انا بحكي المدة لا هي مقسمة على محاضرتين كل محاضرة تقريبا ساعة ساعة تمام ومعاك يعني اسبوع عشان انه انت تحضرها زي هي كان طب الهاكر كرانك هذا مثلا يعني لما بدي اقود اشتغل عليه اكم من مستوع حل عشان ديجيب النجمتين هدو في عندك هنا هكر ستار هذه انت عندك هنا في الشرع وموضح لك يا سيد العزيز هذا في problem solving هنا سي لانجوج في البيتن. عشان تجيب نجمة برونز مطلوب منك خمسة وثلاثين نقطة. خمسة وثلاثين نقطة يعني المسائل السهلة في عليها تقريبا عشر علامات. مطلوب منك حل ثلاث مسائل. تمام? البرونز مطلوب منك تجيب سبعين نقطة. نجمتين. يعني اما بتحل سبع مسائل من السهل. او بتحل مثلا خلينا اقول ان بعض المسائل الانترميديت عليها خمستاش فبالتالي بتحل يعني مسائل اقل زي هيك يعني فهذا هو النظام يعني المستخدم عندك. تماما دكتور. عمر. عمر رفع ايدو هي اوكي عزيز. يعطيك العافية دكتور. العافية. عجلت بالنسبة انت بتحكينا انه المحاضرة محضرتهاش من هال لسبوع رح تروح عليك. طب انا مسلا انت خليت محضرت. رح تظلها موجودة عندي على المدر ولا رح تختفي يعني. رح تظلها موجودة. رح تظلها موجودة. بش يعني انا بقصد انه رح تروح عليك يعني مش رح يتسجل. انه انه انت حضرتها في الموعد المحدد. عشان انه انت ما تراكم على حالك المحاضرات. وشوف الامر بيطلب منكم واعي. تمام. وبتطلب منكم يعني انه دافع يعني انه يكون في عندكم دافع ذاتي عشان انه انت تستمر في العملية التعليمية. المشكلة في التعليم الالكتروني انه مفيش دافع ذاتي. انه اوكي حتى لو طلبت منكم تعينات وواجبات يعني فيه المعظم انه مش رح يهتم في الموضوع. وبترك حلولة وقت الامتحام. فلا يعني نظام عندنا انه كله بتسجل من البداية انه ايش حركاتك على الموديل. لازم تحضر المحاضرة في الموعد المحدد. ما حضرتش يعني بصير في انت عندك اشكالية يعني بيبين انا عندي. وبصير في عندك اشكالية انه انت بتراكم الامور عندك وما بتتمرن على اللغة لغة البرمجة. ورح تيجي في الامتحان النهائي. طبعا هالكلام موجه للجميع يعني. رح تيجي في الامتحان النصفي. انه انت عندك المادة العلمية كتيرة. وبدك تيجي يعني تهضمها في وقت قصير جدا وهذا ما بيزبط. فعشان هيك لمصلحتكم انا حطيت هذا النظام. الان اذا انت حضرتها في الموعد المحدد. لا بتظلها عندك. يعني ما تقلق من هذا الموضوع. طب هل جاءت السؤال اخر يا دبطور. المحاضرة في الوجاه مسجلة رح تكون ولا مش مسجلة؟ والله يعني بيعتمد على طبيعة الاسئلة او التمرين اللي احنا بنحلها هناك يعني. اذا مثلا فيه شغلة احنا حينا عنها سابقا ومسجلة مسبقا. لا بوضحها توضيح لألكم. لكن اذا مثلا جديدة ممكن نسجلكم اياها ما في مشكلة. انت بتحقي يا دبطور اذا فيه ممكانية ناخد اسئلة اضافية غير الموجودات معنا في المحاضرات. تاخد اسئلة ايش؟ اذا كتدينا اسئلة اضافية في الوجاه. نعم. غير اللي شرحت في المحاضرة المسجلة. صحيح. احنا مثلا مثلا انا مجدرتش احضر المحاضرة الوجاه. رح يروحن علي الاسئلة هاد ولا كيف؟ الاسئلة هادية للتمرين والحضور مش الزامي. يعني حزب سياسة الجامعة بسبب الوضع اللي احنا فيه في منكم انه هو ممكن ما يتمكن انه هو يحضر المحاضرة. فبالتالي هي بس مجرد انه تمارين للتوضيح اكتر يعني والحضور فيها مش الزامي. تمام يعطيك العافية دكتور. الله عافية. كي اي حدا تاني عنده اصيلة ضايل كمان. السلام عليكم. عليك السلام. دكتور العافية. الله عافية. هل قيت الدكتور البرمجة بشكل عام بده تفكير وبده يعني قاعدة يعني. يعني في الامتحانات غير تجيب ان اكتب كود زي هيك ولا كيف؟ الامتحانات البرمجة عبارة عن اختيار متعدد واكتب كود. هينها مطباحة. اكتب كود. طبعا يعني اختيار متعدد قد يكون انه من ضمنه انه ايش الناتج تبع الكود. او ايش الخطأ اللي في الكود زي هيك. اه كنت بدك تسأل انه اكتب كود ايش معنو. نعم. اوه يا الله. اكتب كود يعني غير يكون. الوقت المحدد ايه ولا كيف؟ ايه هو احنا لما نحط الامتحان احنا بنقدر يعني الوقت لكل امتحان. يعني على سبيل المثال انا جبتلك عشر اسئلة اختيار متعدد. في منهم بياخد دقيقة في منهم بياخد اكتر. لنفترض انه انا في المحصلة قلت انه الاختيار متعدد كله على بعضه بياخد خمسة عشر دقيقة. وجبتلك سؤالين اكتب كود. سؤال لوحده بياخد سبع دقائق والسؤال الثاني اكتب كود بياخد خمسة عشر دقيقة. فبالروح بنقدر وقت الامتحان الكل اللي هو عبارة عن مجموعة دقائق هذول كلهم. تمام؟ هذا احنا بنحكي للطالب المتوسط. فالان انت بالنسبة للك. انت عندك وقت الامتحان كله. يعني وهي الاسئلة عندك كلها. فبالتالي انت يفترض انه انت تخلص الاسئلة اول باول. وتقدير الوقت هو بيكون للاسئلة كلها يعني. يعني مش حاجة اقول لك انه. مش حاجة اقول لك انه والله هذا السؤال. يعني يفترض انه ياخد معاك عشر دقائق. وهذا السؤال ياخد معاك كزا. لا. هنا نقول لك انه زمن الامتحان ساعة. وانت عندك مثلا سبع اسئلة او ثلاث اسئلة زي هيك. تمام. تمام تمام دقائق. عزيز. او عزيز. دكتور سؤال اخر يعني بسيط. هل قد الامتحان للنصف رح يكون في الجامعة ولا الالكتروني. والله الى غاية الان انه في الجامعة. بس والله جد جديد الله اعلم يعني. بس الامتحانات في الجامعة نعم. تمام يا عزيز. او عزيز. الله عافية. اتفضل شادي. الصوت في مش واضح في اه. اذا في مجال تكتب للنا السؤال على التشات يا شادي. اللي عندنو الصوت مش واضح. هلو. تمام. اه هيك تمام واضح. تفضل. اه هلقيتها لازم انزل فيجول ستودي عشان يشتغل. يشتغل انو انا نزلت التول. الفيجول ستوديو كود بيكون موجود ضمن الوين بايثون. يعني مش لازم انو انت تنزله بشكل منفصل. اذا نزلته وفتحت المجلد. انا نزلته وفتحته بس ما بعمرن لسبب ما يعني. مش عارف. مش عارف يعني ايش بيحكي لك المشكلة. ما بطلع مشكلة يعني. بداسة اللي كليك وما بعمرن. ما بشتغل. طيب اوكي يعني انا ممكن افتحه يعني هنا وتروح الى vs. كود. انا كنت منزله قبل هيك وشايله يمكن عشان هيك في مشكلة عندي. ربما. اوه يبقى نزله لوحده. وزي هيك هاي داونلود. والجميل في الموضوع انو موجود منو نسخة للماك وللويندوز وللينكس. فكتير يعني خفيف وكويس يعني. فحابة بتظلك على البشارم برضو مش اشكالي يعني. انا كنت منزله قبل بس لشان ما كناش نستخدمه فشلته يعني. مش اعرش مناش بس اجدو مش مشكلة. تمام. ايه. طبعا. في سؤال تاني. خاليني بس اخد الاسئلة في الشات. دكتور اكموحاط رح تنزل في الاسبوع. يعني بمعدل محاضرتين. ايه. ايه. طبعا انو هذا اللي نستخدمه. انو هذا يعني انت. اه. هذا البرنامج رح نستخدمه ولا. رح ناخد باي شارم. اه. زي ما ذكرت انو هاي الفيجوال ستوديو كود. وهي الباي شارم. واستخدم ما يرقو لك. يعني. انا ما بتهمني الطول بقدر ما بيهمني انو انت. تكتب كود. اه. واللي بدو يضلوا على الباي شارم برضو عادي. ما في مشكلة. دكتور نجمتين في الهكر رانك. الزامي لكل طالب. نعم الزالمي لكل طالب. وهذا عبارة عن تعين. يعني انا حاجة يعني بعد ما تخلص وقت ال. يعني. وقت الواجب. اه. وحاجة صحيح. هفتح البروفايل تبعك. تمام. والله لقيتك حصلت النجمتين. تاخد علامة. ما لقيتك مش محصل النجمتين. تاخد صفر. لقيتك محصل نجمة من النجمتين. تاخد نص العلامة. فعشان هيك. لا بدك تحرك حالك. و. و. انو. قبل. الموعد تسليم الواجب النهائي. انو انت تكون مخلص الموضوع. تمام. هاي الاسئلة اللي على التشات. اللي جاب اكتر من النجمتين صحتين. لانو. يعني انا برضو في. يعني بعض النص في يمكن. انو حطلب كمان مرة assignment. اقولك انو انا بدي اياك. اجيب اربع نجمات. او ست نجمات. انا حقدر الشغلة هذي فيما بعد. هاي بخصوص الاسئلة اللي في التشات. بعرفش اذا في انا شوفت حدا رفع ايدو. مين رفع ايدو في عندو اسئلة كمان. اتمنى كمان مرة ايدو. اه دكتور. احنا رح يكون في المصرق هادا. باي انو نشتغل على. لي اوتو هايك. ولا ونشتغل مع. انبوكس. وووتنز وكماندز. واشياء. وشياء. بوتنز وكماندز. لا هو في الحقيقة يعني التوجه اللي احنا توجهناه انه احنا بدنا نشتغل على الويب يعني كان بعد مراجعة يعني دقيقة هو في الحقيقة البرامج الديسكتوب تقريبا يعني عاصرها انتهى التطبيقات هالجيت يا اما موبايل يا اما ويب فعشان هيك احنا حبينا انه احنا نبديكم في الكورس يعني كانت هي فعلا تدرس سابقا انه من خلال مكتبة لكيوتي انه انت مش زر وتضغط عليه وشغلات زي هيك بس الاشكالية انه زي ما حكيت لك فعلا عصر يعني مرامج الديسكتوب راحت الان عندك المستقبل لبرامج الويب او مرامج الموبايل عشان هيك انت فعلا نودك انه انت تتوجه حالك في الشغل في المستقبل مع ما تتخرج ان شاء الله يا بتتخصص في الويب يا تتخصص في الموبايل يا اما بتضلك في خانة التصميم يعني انه بتشتغل في الانيميشن والجرافيك ديزاين وكل الامور هاي فعشان هيك قرارنا كان انه لا نبديكم ويب احسن يعني بالبيثون تمام انا اعطيك العافية العافية في كمان اسئلة في الشاشة يا دكتور معلش توضح كيف بدي اجيب النجمتين لانه كان انت عندي معلق النجمتين انت ممكن انه انت تجيبهم بحل مسائل كل مسألة اللي تصنيفها سهل عليها عشر علامات واحنا حكينا انه عشان تجيب النجمتين لازم تحل يعني كانت النجمة تلاتين علامة والنجمتين كانت سبعين فبالتالي انت مطلوب منك يا تحل سبع مسائل يعني زي هيك هو بيبين معك يعني وضلك تحل مسائل لغاية لما نجيب النجمتين واذا كيفية التعامل مع بيئة الهكا الرنك ما كانتش واضحة عندك وترجع تحضر هذا التسجيل الفيديو يعني هذا الفيديو مسجل وتشوف كيف تتعمل تمام هاي شباب دكتور سؤال اخيرا عارف صرت هيك يسأل براحتك رح نستخدم المكتبات والاشياء هاي ولا لسه بدري نعم نعم حنستخدمها يعني عنو حناخد الفلاسك الفلاسك هو عبارة عن مكتبة هو عبارة عن ويب فريمورك للبيثون وبرضو حنستخدم البي واي جيم البي واي جيم هي عبارة عن مكتبة للألعاب حنشوف كيف نبرمج الألعاب بالبيثون تمام لانو المكتبات في البيثون هيك شويتين انترستنج هابرجيكم المستودع اللي انت ممكن تنزل منه المكتبات وتستخدم الكوماند بيب انستول ما اعتجلك ان شاء الله انا استخدمت كم مكتب هيك ويعني حاولت اروح يمين وشمال وعملت اوتوماشن انو الواحد انو كودي يعمل ساين اب لحاله على الفيسبوك وهيك يعني هو يفتح بروزر يعمل ساين اب سيرينيو مش عارف ايش في المكتب بس اراحة بس موجود تمام شوف رجعي على الكودي هو في الغالب سينينيوم اللي شغلات هادي ما بعرف اذا فيه مكتبة تانية مرضو ممكن تخبرنا عنها المحاضرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله اي شباب اذا ما فيش باقي اصلا اسئلة عشان ننهي المحاضرة هيك بتصور انو الامور تمام اذا ما فيش اي اسئلة تمام بارك الله فيكم الشباب ويعطيكم الف عافية وبنشوفكم ان شاء الله يوبت الثلاث ويخليك على اطلاع مستمر على صفحة الموديل لانو بتتحدث باستمرار ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة